بين غياب كامل للخدمات وتعطل تام لحركة الحياة تتضاعف معاناة الناس في دائرة لم تغادر هذه المدينة منذ أيلول الإنقلاب هكذا تعيش صنعاء وهكذا يعيش أبناؤها كل يوم أزمات متعددة يتكبدها المواطنون هنا لم تتوقف عند شكل معين بل عادت لتخيم على كل مناحي الحياة لعل انعدام الوقود مثل الشكل الأبرز من أشكال هذه الأزمات أمام محطات التوزيع وفي طوابير طويلة يقف الناس هنا كل يوم علهم يعودون بلترات قليلة من مادة البنزين لكنهم في أغلب الأوقات يعودون دون شيء كل الحياة يعني معطلة نهائيا ترى الناس قدوم ضيقين قدوم مخنوقين لا بعد لا أرحموا الراحمة لي في رجال لكن هو سببهم هذا لو الله يزيلهم أنهم كل شيء يسبر المواطنون قالوا إن الحياة أصبحت معطلة بصورة تامة مشيرنا إلى أن الوقود منعدم بصورة نهائية وأن المحطات لا تقوم إلا بتزويد عدد قليل من السيارات ثم تعلن نفاذ الكمية للأسبوع الثالث على التوالي توسعت أزمة النفط الخانقة في صنعاء دون أي بوادر للحل في مدينة يعيش معظم سكانها فقرا مدكعا بينما يعيش تجار الحروب فيها ثراء متزايدا اللجنة الاقتصادية الحكومية قالت أن ميليشيا الحوثي أختلقت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بغرض المتاجرة بها سياسيا مشيرة إلى استمرار البنك المركزي في إجراءاته من أجل ضبط وتنظيم آلية استيراد المشتقات وضع معيشي متدهور إذن وحرب لا يدفع ثمنها سوى المواطنين وهي حلقة مفرغة من القهر عاشته وتعيشه صنعا كل يوم